موسيقى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة حسن إدارة أصول ومال الوقف ويوجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة وإشادة بمخرجات مؤتمر المناخ كيف تعلن تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة روسية في خرسون والتحذير من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا أسدس مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت دريليش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التليفزيون المصري تحية لكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف خلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها وقد شدد السيد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف كما وجه السيد الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتدولة حاليا في القضاء وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة تطور إرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022 حوالي مليارين وخمسة وثلاثين مليون جنيه بزيادة قدرها مائتان وستة عشر مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021 في حين حققت هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها كما عرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطة هيئة الأوقاف لاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعياني وأصول الوقف أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا قيم السيد وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع سقوق الأضاحي والإطعام وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكسيف برامجها للحماية الاجتماعية موضحا أن مشروع السقوق يحظى بثقة المواطنين وبتطور عاما بعد عام حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من سقوق هذا العام حوالي 218 مليون جنيه وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعا وزير الأوقاف الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الآئمة وقد وجه السيد الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة بالنظر لدورهم الهم في نشر الخطاب الديني المستمير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وسوابط الشرع الشريف وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل وقد عرض الدكتور مختار جمعا خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للآئمة إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفعة المستوى التي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تبيزا فضلا عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعظات وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للأئمة والوعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم وعرض السيد الوزير أيضا تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها مما أدى إلى استعادة المساجد لدورها الحيوي في التصقيف الديني الوسطي المستنير حيث تعددت الأنشطة ما بين برامج تصقيفية للأطفال وبرامج توعوية للشباب والسيدات ودروس علمية ومنهجية ومجالس إفتاء ومراكز للثقافة الإسلامية وأعداد محافظ القرآن الكريم فضلا عن إقامة المقارئ القرآنية للأئمة وكبار القراء أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير الأوقاف عرض كذلك جهود الوزارة في التأليف والترجمة والنشر وتيسير العلوم مبرزا بعض النماذج منها وأخيرها الإصدارات الناتجة عن المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي تم التوافق عليها وتمثلت في الإقرار وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأدرار جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد مدبولي أن المقرارات الختمية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ وإنما أيضا على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ وهو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية لمصر خلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية وذلك على المدى القصير شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقار الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة عقب توقيع قال مدبولي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أن المصر حققت عددا من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة المؤتمر بشرم الشيخ وأضحت الوزيرة أن مصر أبرزت دورها الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكايف التي أطلقها رئيس السيسي وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافت وحدة إدارة المبادرة بقاهرة وشحدي 100 مليون دولار للدول الأقل نمو كما أكدت الوزيرة أنه تم للمرة الأولى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة وأشارت أيضا إلى نجاح مصر في حجد التمويل لبرنامج نوفي من خلال منظمات التمويل الدولية بعشرة مليارات من الدولارات فضلا عن توقيع التفاقيات بقيمة 38 مليار دولار وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في تطبيق كود الإتاحة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناق كوب 27 وأكد المجلس أن المؤتمر عكس إحراز مصر لتقدم كبير في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع لسيما تطبيق كود الإتاحة المكانية التي قطعت فيه شوطا كبيرا في الجمهورية الجديدة وأكد قومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن سبل الإتاحة خلال انعقاد المؤتمر كانت على مستوى عالم من الكفاءة والجودة وأن الدولة لا تدخر جهدا في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وقع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية اليونان بحث الوزيران عددا من الموضوعات المشتركة والتعاون العسكرية ونقل وتبادل الخبرات بحضور رئيسي أركان حرب القوات المسلحة المصرية واليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنيوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوزدين دياس ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحاقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصديقين من جانبه أعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في موحيطها الإقليمي والدولي متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول كونستاني نيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكمها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتصد أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم للجرائم التموينية بشتى سوارها والتي يأتي في مقدمتها جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 66 طن السلع غذائية متنوعة بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ونجحت في ضبط أكثر من 76 طن السلع الغذائية قام بتخزينها مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية ومسؤول مخزن بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 53 طن دقيق أبيض بحوزة مالك ومسؤول سلاسة مخابز بالقاهرة والجيزة غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 13 طن فول وعدس قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط 25 طن أرز شعير بحوزة مالك مضرب أرز بدون ترخيص بدمياط محظور تداولها قام بحجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 طن أعلاف حيوانية تم تخزينها لبيعها بأزيد من السعر المعلن بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ومالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وعدبط 11 طن أسميدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام مالك محل لتجارة الأسميدة الزراعية بكفر الشيخ بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وعدبط 60 طن أسمنت قام مالك ومسؤول عن مخزن ومستودع لتجارة مواد البناء بقينة والمنوفية بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 34 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة لاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على صحة المواطنين حال طرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية ونجحت في ضبط قرابة 19 طن لحم ودواج ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 80 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 594 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 824 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 45 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 614 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 165 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتوسيع العمل بشأن تصدير الأسمدة أرغم العقوبات وأشار بوتين إلى أن الأسواق العالمية تعاني من العقوبات المفروضة أمام صادرات الأسمدة الروسية مبدئا استعداده لتوسيع العمل مع جميع الشركاء دون أي استثناء كما أكد بوتين أنه على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة والهياكل ذات الصلة بشأن رفع التجميد عن الأسمدة الروسية مشيرا إلى أنه تواصل مع زعماء دول أفريقية بسبب منع إمدادات الأسمدة وأشدد على ضرورة توفيرها لدعم الدول النامية بما في ذلك أفريقيا وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعت سابقا على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانيها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أنه لن تتم مناقشة أي مقترحات أو قرارات جادة لإنهاء الأزمة مع روسيا دون الرجوع إلى بلاده أضف كوليبة أن الرئيس فلاديمر زلنسكي قد قدم خلال حديثه في قمة مجموعة العشرين الأخيرة خطة واضحة من عشر خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية جاءت تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ردا على الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام العالمية بشأن موضوع المفاوضات مع روسيا كشفت شركة روساتوم الحكومي الروسية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة ذرية عن أن رئيسي الكيانين قد ناقشا الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وتنفكت جانبان على مواصلة التعاون والحوار بشأن زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتسبب تجدد القصف في مطلع الأسبوع الذي تبادلت موسكو وكييف للتهمات بشأن المسؤولية عنه في إثارة المخاوف مجددا من احتمال وقوع كارثة النووية في الموقع أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسسا الأوكرانية سرهي براتشوكا أن الجيش الأوكراني دمر ثلاثة مستودعات دخيرة تابعة لقوات روسية في منطقة كاخوفكا بإقليم خرصون جنوبي قال براتشوكا أن القوات الروسية قد عانت من خسائر عديدة على مدار الساعة الماضية موضحا أن القوات الأوكرانية قد قتلتها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أرل رابع والعشرين من فبراير الماضي ما يقرب من خمسة وتمانين ألف جندي روسية بمن فيهم أربعمائة فرد روسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء البلاد وأفدت وكالة أنترفاكس أوكرانيا للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق في الجنوب والجنوب الشرقي من أوكرانيا أعلن نائب رئيس وزراء مولدافيا أندري سيبنو أن بلاده تشهد انقطاع لطار كهربائي على نطاق واسع أشار نائب رئيس الوزراء لأن هذا الانقطاع يأتي نتيجة للقصف الروسي لنظام طاقة الأوكرانية هذا وتواجه مولدافيا الأساس مشكلات كبيرة في الطاقة وذلك لأسباب مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رجعت وزارة الدفاع البريطانية أن مخزون روسيا من الطائرات المسيرة سينفد في وقت قريب وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن قوات روسية لم تنفذ أي تهجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ السبع عشر من نوفمبر الجاري مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على المزيد من الإمدادات وإلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع روسيا قال مورافيتسكي أن السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو دعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر مشيرا إلى أن واقعة مصرع معطنين بولنديين في ضربة صاروخية شرقي البلاد جعلتنا ندرك تماما أن الحرب على أعتاب أبواب بولندا وإذا سقطت كياب فإن روسيا ستوجه أسلحتها صوب بولندا أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أوكرانيا وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية يأتي قرار في وقت تعاني فيه كياب من تداعيات العملية العسكرية الروسية وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان إن بلادها ستبدأ صرف هذه الأموال في الأسابيع المقبلة حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة قالت السلطات الأوكرانية إن ملايين الأوكرانيين بما يشمل سكان العاصمة كياب قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس القادم على الأقل وذلك بسبب الهجمات الصاروخية التي أحدثت أضراراً هائلة شتاء صعب يلوح في أفق أوكرانيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي حيث حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وسط هجمات لا هوادة فيها قلصت قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى النصف وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء قالت السلطات الأوكرانية إن الملايين بما يشمل سكان العاصمة كييف قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل بسبب الهجمات الصاروخية التي أحدثت أضراراً هائلة وفقاً لما ذكرته شركة الطاقة الأوكرانية وشهدت أوكرانيا اعتدالاً في درجات الحرارة على غير المعتاد هذا الخريف لكن الحرارة بدأت في الانخفاض إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق خلال أشهر الشتاء وفي وقت يسارع فيه العمال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قالت منظمة الصحة العالمية إن مئات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا تفتقر إلى الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وقال هانزي كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان بعد زيارة أوكرانيا إن منظومة الصحة في أوكرانيا تواجه أحلك أيامها في الحرب حتى الآن فبعد تعرضها لأكثر من سبعمائة هجوم أصبحت الآن ضحية لأزمة الطاقة ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمة تقومين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكن من المرجح لا يشير ذلك بتحول كبير في ظروف سوق العمل وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة زادت 17 ألف لتبلغ 240 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع النمو العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام القادم أفاد تقرير المنظمة أن زخم النمو قد تراجع بينما ظل التضخم ثابتا في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية في ظل تدعيات الأزمة الأوكرانية بيد السياسات النقدية ومزيد من الدعم الحكومي خطوات طالبت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في وقت يتراجع فيه النمو العالمي بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود مطالبات تاتي في وقت تتوقع فيه المنظمة الواقعة في باريس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.1% هذا العام ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي ومن المرجح أن يستمر التراجع العام القادم مع انخفاض نمو العالمي إلى 2.2% قبل أن ينتهش قليلا إلى 2.7% عام 2024 التوقعات الأخيرة للمنظمة أشرت إلى أنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فقد تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تلابير الإغلاق المرتبطة بكورونا لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين ليتراجع إلى 5.5% في عام 2023 و2024 المنظمة الاقتصادية شددت على أن أولويتها تتمثل في مكافحة التضخم في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تروع القدرة الشرائية للسكان حول العالم وأوصت المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة مع تقديم دعم موجه للعائلات وشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية ودعت المنظمة التي تضم 38 عضوا إلى تسريع الاستثمارات نحو تبني وتطوير مصادر وتكنولوجيا الطاقة النظيفة للمساهمة في تنويع الإمدادات توقع مسؤولون أمريكيون أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى وجود اتجاه داخل مجموعة السبع لتعديل المستوى بضع مرات في السنة وليس شهريا في السياق أفاد مسؤول أوروبي أن المجموعة تبحث سقف سعر الخام الروسي عند 65 إلى 70 دولار للبرميل ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل في إطار العقوبات التي تفردها على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتهدف الخطوة لتقليل عائدات النفط لمنع استخدامها في تمويل العملية العسكرية الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار كما أنه من المقرر في هذا الإطار أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير المقبل أجدت مجموعة جاسبروم الروسية أنها ستقلص إمدادات الغاز إلى مولدافيا مشيرة إلى أن أوكرانيا قامت بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها اتهمت المجموعة كييف بأنها راكمت على نحو غير شرعي 52.5 مليون متر مكعب من الغاز في نوفمبر الجاري الغاز الروسي سيبقى ضمن اللاعبين الأبرز بساحة الصراع الروسي الأوكراني خاصة وأن ألسنة نيرانه تطال الدول الأوروبية كافة مجموعة جاسبروم الروسية هددت بتقليص إمدادات الغاز المواجهة إلى مولدافيا متهمة أوكرانيا بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها وقالت المجموعة العملاقة المملوكة لروسيا إن كييف راكمت بنحو غير شرعي 52.5 مليون وخمسمائة ألف متر مكعب من الغاز كانت في طريقها لدول أوروبية لاستخدامها لغاياتها الخاصة ومولدافيا دولة مرشحة منذ نهاية يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعاني من تداعيات الأزمة الأوكرانية لا سيما على صعيد الطاقة إذ كانت شركة غاز بروم الروسية خفضت صادراتها من الغاز إلى النصف تزامن التهديد الروسي مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وزيادة الطلب على غاز التدفئة وهو ما أعاد إلى الأذهان لاتهامات الغربية السابقة ضد موسكو باستخدامها الغاز كسلاح ضغط في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا شركة نقل الغاز الأوكرانية جيتسو أكدت أن كل كميات الغاز الآتية من روسيا نقلت بالكامل عند نقاط العبور إلى مولدافيا مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا الغاز كأداة للضغط السياسي كانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل بدء عملياتها العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي ومنذ ذلك الحين خفضت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون وارداتها إلى حد كبير لتبلغ أقل من 10% من إجمالي الغاز المستورد وفقا لبروكسل قالت كوريا جنوبية أنها ستبحثون نشر شاحنات تابعة للجيش لتنفيذ عمليات نقل عاجلة في إطار استعداداتها لمواجهة إضراب مقرر من سائق الشاحنات وسيكون الإضراب الذي دعت له نقابات سائق الشاحنات على مستوى البلاد في وقت لاحق من اليوم هو الثاني في أقل من 6 أشهر بما يعرقل الإمدادات الصناعية وإمدادات الوقود في عاشري أكبر اقتصاد في العالم وهددت النقابة الرئيسية التي تقود الإضراب والتي تطالب بتمديد ضمانات الحد الأدنى للأجور بوقف إمدادات النفط للمصافي الكبرى إضافة لوقف النقل من المواني الرئيسية والمصانع مصر تتابع بقلق شديد أثار الاعتداءات على سوريا والعراق وتطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشقيقتان العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها أكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر وهي تتابع التطورات بهدمام على مدار الساعة تطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار أكد رئيس المجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني توجه حكومته لإقامة شركات حقيقية مع الكويت بما ينعكس به وضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع نظره الكويتي خلال زيارته الحالية للعاصمة الكويت وأشر السوداني إلى أن هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين وشهدت جلسة التباحثة وتبادل وجهة النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موقف القوات المسلحة السودانية ثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب وذلك منذ إبريل 2019 مشددا على أن لا تراجع عن ذلك الموقف جاء ذلك خلال اجتماع البرهان مع كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع وجدد رئيس مجلس السيادة السودانية تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية لتتفرغ القوات المسلحة والدعم السريع للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها شدد البرهان أيضا على أن لا تفريط في وحدة المؤسسات العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع انطلقت اليوم الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية تمهيدا لإجراء الانتخابات اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر المقبل أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم خارج البلاد ستستمر حتى 13 من ديسمبر المقبل بينما تنطلق الدعاية الانتخابية داخل البلاد اعتبارا من الجمع القادم وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل ووفقا للجدول الزمني للانتخابات فمن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع التي يتنافس فيها أكثر من ألف مرشح على مدار ثلاثة أيام في الخارج اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر بينما تجرى الانتخابات في الداخل في 17 من الشهر ذاته يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته التمهيدية لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية استعدادا لانطلاق الجلسات بشكل رسمي للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي هل تم التوافق على أسماء بعينها لإدارة هذه الجلسات النقاشية؟ تحياتي لكم سحر ورهام وتحياتي لكل متابعين من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر حيث تستمر أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني والتي تناقش العديد من الملفات منها أعمال جلسات اللجان الخاصة بالمحورين الاجتماعي والاقتصادي وأيضا أسماء الشخصيات المرشحة في الحوار الوطني خاصة في الجلسات الرسمية وأيضا خلال هذه الجلسات الإجرائية الأخيرة تمهيدا لانطلاق فعاليات الجلسات الرسمية للحوار الوطني هناك العديد من الملفات كانت في البداية التأكيد على الإشادة بأعمال قمة المناخ وضرورة العمل عليها وعلى جميع التوصيات والمقترحات التي خرجت بها هذه القمة أيضا تأكيد على ترتيب الأولويات الخاصة بالمواطن في هذه اللجان يتم ترتيب الأولويات الخاصة بالموضوعات سواء المحور الاجتماعي والاقتصادي وما انتهى منه خلال الجلسات السابقة في المحور السياسي هذه الجلسات التي نقش خلالها اختيار أيضا المقررين والمقررين المساعدين وغيرهم تمهيدا لانطلاق الجلسات الرسمية وأيضا خلال جلسة اليوم تم طرح العديد من الشخصيات والأسماء لكن الجلسات بشكل نهائي لم تنتهي بعد مستمرة حتى الآن في اجتماعات مستمرة لانطلاق الحوار بشكل رسمي بعد انتهاء هذه الجلسات الإجرائية عودة إليكم مرة أخرى نعم مراسل التلفزيون المصري رامي محمد كنت معنا عبر الهواء شكرا جزيلا لك نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية البندرة بمحافظة الغربية شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان لنحو 1271 حالة وزراعة 50 شجرة وقد أكد الدكتور محمود دكي رئيس جامعة طنطا أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرص الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم أفضل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا أكدها محافظ المينيا أسام القادي على انتظام العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة أوضح القادي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع والاجتماعات الأسبوعية قد أتت بثمارها وجعلت هذه المشروعات واقعا ملموسا من خلال تذليل كافة المعوقات وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة ضميات ندوة تثقيفية لطلبت كلية التجارة جامعة ضميات وخصصت الندوة لعرض انجازات مشروعات حياة كريمة في مركز سعد وتهدف الندوة لنشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية ولنشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة والتي تم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت وأعمال بنية تحتية لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والتي تشمل محاضرات داخل الجامعات لشرح أهداف وانجازات مؤسسة حياة كريمة نحن في ندوة لتعزيز جهود العامل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذه المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2 يناير 2019 بتقوم علشان تحاول أو هذه المبادرة بتقوم على الإنسان المصري من خلال زيادة إمكانياته وكفاءاته وقدراته والاهتمام بالخدمات اللي بيحصل عليها النهاردة بنحتفل مع بعض في استقبال حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة في كلية التجارة بجامعة دوميات والحقيقة المبادرة دي من الأشياء المهمة جدا مبادرة حياة كريمة تستهدف الإنسان المصري مبادرة حياة كريمة وحدة من المشروعات الهامة على مستوى أفريقا ومستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير شاف أن حياة كريمة تستهدف التنمية المستدامة وتستهدف التنمية الشملة بتستهدف رفع مستوى معيشة الإنسان المصري بتستهدف توفير سكن كريم تستهدف توفير البنية الأساسية لفئات كبيرة من الشعب المصري مبادرة حياة كريمة أطلقها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 استهدفت حوالي 58% من الشعب المصري نحن النهاردة في جامعة الدوميات بنعمل سلسلة من سلسلة ندوات اللي نحن بنعملها في كليات الجامعة كلها النهاردة في كلية التجارة وزي ما احنا عارفين المدرج ورايا كان مليان كنا نتكلم عن أهمية العمل الأهلي والتطوعي وإزاي أن حياة كريمة نقلت المواطن المصري من الفقر والجوع وعدم وجود بنية تحتية إلى اللي احنا شايفينه الوقتي وإحنا جايين نوعي الطلاب بأن الحياة كريمة بتعمل إيه وأهدافها إيه وإزاي غيرت المجتمع والمواطن وإزاي إحنا قدرنا إن إحنا نعمل إن إحنا 60% من المواطنين من المواطنين البلد بدل ما كانوا ما عندهمش لابينية تحتية ولا عندهم أي صرف صحي ولا تعليم ولا صحة قدرنا إن إحنا نبني لهم المنشآت ونبني لهم كل حاجة هما محتاجينها النهاردة بساطة جدا أننا حضرت ندوة عن حياة كريمة وعرفت أهم حاجة عرفتها أن فيه رابط ما بين حياة كريمة وما بين مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 ومن أهم الحاجات اللي عرفتها أن هما الاثنين بيهتموا بأهداف التنمية المستدامة زي تعليم الجيد والمياه الجيدة والبنية التحتية الممتازة وعرفت أهم المشاريع اللي شاركت فيها حياة كريمة والأنجازات بالأخص اللي عملتها في مدينة دومياتي الجديدة قدرت الندوة النهاردة عشان كنت حاببة شارك في أعمال تطوعية واستفدت كتير جدا النهاردة وإن شاء الله ملات الاستمارة وإن شاء الله هقدم في تعامل التطوعية في الأعمال الجاية إن شاء الله وأكون موجود يعني ومشارك لأن استفدت كتير منها النهاردة وتساعد العمل في التطوع وكده النهاردة كان فيه ندوة عن حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة غنية عن التعريف عارفنا فيها أكتر عن الإنجازات اللي حصلت في كل الكرة واللي موجودة كتير جدا حوالينا شوفنا إزاي بنية التحتيات غيرت كمان أن ظهر حياة كتيرة في الترق والأساسات وأعتقد أن أنا أحب أن أنا أتطوع في حاجة زي كده لأن أنا يزيدني شرك أن أنا أكون عضوة أو متطوعة في مبادرة حياة كريمة وصلنا الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشاط السادسة وشروع أحمد شكراً سحر شكراً ريهام أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة شمشددة على أن أي فرص عمل جديدة خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزراء ونشد المركز الإعلامي الجميع بتحرد دقة والموضوعية في نشر الأخبار وتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإعلانات الوهمية أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الزكية وذلك من خلال صياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويل الأمد كأذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا تهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر وإلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البرصة المصرية بختم التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد فيما ارتفع مؤشر إي جي اكس سيبنتي وإي جي اكس وان هندرد وسط تداولات مرتفعة وارتفع أصلا رأس المال السوقي خمسة مليارات ومئة مليون جنيه أغلق عند مستوى ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليارا وستمائة وخمسة واربعين مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي اكس فيرتي عند مستوى ألف وستمائة واثمائة 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 وعشرين نقطة وأغلق عند اثنى عشر ألفا وستمائة نقطة متراجعا بنسبة ثمانية عشر من مئة بالمئة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي اكس سيبنتي عند ألفين واربعمائة وست نقاط وأغلق عند ألفين واربعمائة وإحدى عشرة نقطة مرتفعة بنسبة واحد وعشر من مئة بالمئة وفتح أيضا مؤشر إي جي اكس وان هندرد عند مستوى ثلاثة ألاف وخمسمائة وثلاث نقاط وأغلق عند ثلاثة ألاف وخمسمائة وسبعة عشرة نقطة مرتفعة بنسبة أربع من عشرة بالمئة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي أربعة وعشرين جنيا وخمسين قرشا للشراء وأربعة وعشرين جنيا وسبعة وخمسين قرشا للبيع أما عن اليورو فقد سجل للشراء خمسة وعشرين جنيا وثمانة وعشرين قرشا للشراء وخمسة وعشرين جنيا وسبعة وثلاثين قرشا للبيع وعن الجنيه الاستريني فقد سجل تسعة وعشرين جنيا واثنين وعشرين قرشا للشراء وتسعة وعشرين جنيا واثنين وثلاثين قرشا للبيع أما عن العملات العربية فقد سجل الدرامي الإماراتي ستة جنيهات وسبعة وستين قرشا للشراء وستة جنيهات وتسعة وستين قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي فقد سجل ستة جنيهات واحد وخمسين قرشا للشراء وستة جنيهات وثلاثة وخمسين قرشا للبيع وإلى أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب العالمي من نسبة طفيفة يصل إلى 1738 دولارا للأقية ومحليا فقد سجل عيار 18 نحو 1130 جنيها أما عيار 21 فقد سجل 1330 جنيها وعيار 24 سجل 1520 جنيها أما عن الجنيه الزهب فقد سجل 10640 جنيها وإلى أسواق البترول العالمية حيث انخفضت أسعار النفط العالمية بينما تبحث مجموعة الدول السابع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجرى تدوله عنده حاليا وتراجعت العقود الأجلة لخم برينت بنسبة 53 من 100% لتصل إلى 85.25% من الدولار للبرميل كما تراجعت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5% مسجلة 78.12% من الدولار للبرميل وانحفضت أسعار المزود عالميا بنسبة 98.100% لتصل إلى 33.33% من الدولار للتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11 من 100% لتصل إلى 7.53% من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفي أسواق المال الخليجية سجلت معظم أسواق الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق واستقلبات في ساعر النفط بينما أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات وارتفع المؤشر القطري 6 من 10% وفي أبوظبي تقدم المؤشر 1.3% بينما تراجع مؤشر سوق دبي 1 من 10% انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى ساحر ورهام إليكم شكرا لكم شكرا لكم وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التدكير بالعنوي الرئيس السيسي يشدد على ضرورة حسن إدارة أصول ومال الوقف ويوجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة مجلس الوزراء يعقد اقتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة وإشادة بمخرجات مؤتمر المناخ كييف تعلن تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة روسية في خرصون وتحذير من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة